اشتركوا في القناة 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 دودا ولعبة نينتاندو هما شركات الكبار اللي يصنعوا في الجيمينج هما شركات الكبار اللي يقوموا بصناعة وتطوير اللي جوا هذوما 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 ثلاثة كانوا هما المنخرطين في اليفانمون هذية وما كانتش حتى شركة أخرى تنرجم تدخل وتنخرط فيه على خاطر إذا كان ما عندكش لكتاف مش كان في تونسرا وحتى في أوروبا وإلى في أمريكا ما عندك شين هكاك فصين فما الحكاية المحسوبية والكتاف فما أما يصر قليلة معناها خطرحنا نضربوا بهم المثال في الديسيبليين راه احنا وقت نحبوا نقولوا فلان خدام ونقولوا فلان يخدمك الشنوى هكا ولا ديسيبليني ديسيبليني أما فما شوية هكا زرفيت إيجا نقولك بش نعطيك أنا بتدخ معلومة صغيرة أنت ما تعرفيش شبيلك على قدما العبيد في الشين قاعدة تخدموا على قدما عندهم معناها عندهم نجيع ومردودية في العمال لكن فما برشا نساب انتحار من الوقت اللي قضيوها في الخدمة برشا بيب شويش قلق للمعلومة هذية أنا منعرفيش ولا دونك حاجة بي في طلع تعرفها حينا قلق لك نعترف بجهلي الباسيط زيدا معناها شوية عندي جهل في التكنولوجيك المتطورة جدا مش معناها ما نعرف ما كن في كل شيء صحيح في المطبخ منيش لحقيقة أخذرني أنت ما تعرفش حاجة أخرى زيدا لأنا كنخطب فيك أنت عبارة خاطب في المشادي خاطر ماشي حاجة ما تعرف تتهم فيها بالباطل دونك خالينا نقول اللي المعطيات أكيد هذية تبدل ديرنير ما والحضور وصل 66100 شخص في 2019 في 2019 2019 خبل الكورونا ايجاكتما وفي 2022 أعلنت المنظمة لليفنت هذية متع الـ E3 أنه باش يتلغى بسبب تفشي ظاهرة الكورونا ملغوز ما وقررت أنه يكون يعني يعني مثلا مش فيها وبيش تصير ايجاكتما لكن قرار هذية ما عجبش برشع بيت على خاطرهم ألغى وليديسيان متع 2020 دونك اتعملت وفي 2021 كانت فما برشع بيت دجا فما برشع ايجا متع دي جو أخرين معناها فما عباد باش تبعد شوية على الـ E3 فهمت بشوالي وينقاسمو مالي كان باش يحضر 66000 فاصل ميه باش نلقاو مثل منعرشين 34 مشيو الـ E3 و35 مشيو الـ E3 فهمت دونك هذي هي كانت الـ E3 إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمعلومات أنا نأكد لك أنه كانوا لدي يتفرجوا في الإميسيون في الحلقة هذية باش يفرحوا برشا بالموضوع وإنا لحقيقة منيش فرحانة بيه على خاطر بشتراصات بخاطر من لوس أنجلوس ليه مش لك الدرجة عاد ليه مش بش نهزوا من لوس أنجلوس أما أنا ضد وخاصة كي حكيت هي وقالت في الـ يدخلوا في في دي تاي كي ما ينجموا يلبسوا الكوستوم واللي عنده ولده يلعب في الجو هذوما يعرف الامباكت متاع الجو على الصغير قديش يوال يعايش في عالم خيالي معناها يشوف في السلاح نورمال سي إيهيب تلعب تلعب انت في الجو هذوما تلعب دي ما نلقاش عن نخدم تخدم ربي عينك ربي خليك مكش معناها مدمن على الألعاب حاجة بركة كونش البرو كاو البرو ايه 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 انا الحقيقة ما نكذبش عليك انا 2019 اول ما ظهرت الفري فاير ايه كنت مغرومة بالفري فاير شاي عجب ايدمين 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 ايه بعت قلت ليه معنا جو بش تسيطر علي سيخطوحنا شفنا البوكيمون كيفش قتلت برشة بذب بذب ايه امباك تخطير انا شوفت برشة صغيرات يمشيوا للبيدو بسيكياتر في جورة اللي جهد ومع عايش قتل كده مانيش فرحانة بيه السيجي رغم انه هي الدنيا اي 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 في نفح البصل اما السيجي في حد ذاته مخيف جدا بالنسبة لي التكنولوجيا ولا التطور عنده سلاحين عنده سلاح ذو حدين معناها انه بيهي كين التطور وبيهي للابتكار ولينوفاسيون لكن وصلنا للدرجة انه العبيد وليد فما صغار وفما حتى كبار عايشين في عالم افتراضي اخر في عالم افتراضي اي 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 فما هذا ما يمنعش اللي فما دي جو روم زيانين اي ناس وفما دي جو حتى معناه ثقافية بيه وضح وي ايم يعطيك صحة على المعلومات الثرية اللي تتحفنا بيها في كل مرة اللي تتحفنا في فقرة دي جي سكو اليوم في حلقة لمة السعادة ان شاء الله دي ما نشوفك سعيدة يا ربي ان شاء الله كلنا فرحانين يا ربي ان شاء الله تنس الله يرحمهم وإن شاء الله ربي يفضل هيلك يا وياه